تعتمد الخزينة العامة الشادية على الإرادات الجمهورية أكثر من الإدارات الأخرى المعنية بهجد الموارد المالية وفي هذا الشأن أقد المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة أحمد أبد الكريم أحمد لقاء عمل مع أفراد الشرطة المراقبة الجمهورية المتنقلة وحثهم على أهمية احترام النظام الجمهوري إلما بأن البلاد تعاني من زاهرة التهريب غير أن إدارة الجمارك لديها موارد بشرية محدودة ويبلغ أدت أفراد شرطة المراقبة الجمهورية المتنقلة 140 فردا في كافة الأراضي الوطنية ومؤزمهم من المتعاقدين كما طلب المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة أحمد أبد الكريم أحمد من الصحافة الوقوف مع عدارة الجمارك من أجل توئية المواطنين ونشر أهمية عمل ودور شرطة المراقبة الجمهورية المتنقلة وفي نهاية المناسبة تم أرض بأد من المنتجات التي تم ضبطها من قبل الجمارك للصحافة العامة والخاصة حظوا تركيز